مش معبول بقى إنما من الطائف الشيعية كل سنة تعيد عيد الأم بالشارع نحن اليوم جايين هون كرمال نحتفل بعيد الأمهات مثل كل سنة على الشارع لأنه المسؤولين عن أحوال الشخصية للطائف الشيعية بعضهم لهلأ ما عطونا حقوقنا بعضهم الأمهات عم ينحرموا من أطفالهم وبعضهم الأطفال عم يربوا بعيد عن حضن أمهاتهم بسبب أحكام المحاكم الجعفرية ومن وراهم المجلس الإسلام الشيعة الأعلى اللافت هيدا السنة إنه تم تتبير لقاء مع نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب هلا ع الساعة وحدة فايتين لجوة ما بقدر أقول شي غير إنه عيب اللي عم بيصير بأمهات الطائف الشيعية وعيب يخلونا كل سنة نعيد بالشارع قد يشلحني كل شي مان كل شي مقابل ورق الطلاق مقابل حريتي حرمني من ولادي من حقوقي كأم سيدة اللي مكر إلي إيه إذا بدت أقول إيه خد تنزل عن البيت عاتل بيت لأولاد نحنا لازم نوضح ونقول ما يفطق الآن هو فتوى مشهور البقهائية اللي بتقول سنتان للصبع وسبع سنين للبنت إنه يضلوا مع أمه أما فتوى السستانة إذا نحنا بدنا نمشي معكم بهيدا الموضوع سيد السستانة يبيح أن يكون المولود الذكر مع أمه لسن السبع سنين هيدا مش بيعني إنه إحنا راضيين بهيدا السن لا أبداً نحنا أو أنا على صعيد الشخصي أنا مع الحق الحضائل المشترك توصلنا لآخر اللقاء بعد أخذ ورد لضرورة تشكيل لجنة متابعة نتابع فيها بمباركة المجلس الإسلام الشيعي الأعلى لا يتم اقتراح نقاط معينة ترفع إلى مجلس النواب إلى المحاكم الجعفرية بدنا نشوف صيغة معينة لنقدر نغير فيها واقع موجود على الأرض ما لا يزم بقى أمه الأرض ترجمة نانسي قنقر